في نقطة مهمة جدا يوم الاتنين اللي الماضي كنا قاعدين قاعدة كاعلاميين بدعوة من الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن قاعدة فيها ايه نسمع افكار الراجل الراجل بيفكر ازاي للمستقبل نقول له احنا كمان ايه اللي مزعانا و ايه اللي بسطنا شايفين ايه اللي للمصلحة منتخة مصر كانت قاعدة حلوة اوي اوي حاجتين بس هقولهم لحضراتكم ما بين السطور و حاجات فوق السطور يعني حاجات اتقلت باللسان و حاجات اللي انا حستها ما بين السطور كابتن حسام حسن و كابتن مقيم حسن بيشتغلوا بقلبهم اوي اوي حبا في البيت اوي الناس هؤلاء بتتكلم قاعدة والدية مش قاعدة في الاعلام يعني بالدم اللي هو في حماس اوي نفسهم يدوا المنتخة بمصر هنا اللي بين السطور ايه بالنسبة لي ان هم مشاعرهم دايما محركاهم يعني ايه يا كابتن حسام حسن لو زعن من حد هيزعل اوش لو حب حد هيحبه اوش و دي حكاية محتاجة كابتن حسن يتخلص منه هو الكابتن ابراهيم مش هو او مش عيف في شخصيتهم بالمناسبة بس المنتخب ومصلحة المنتخب احيانا بتبقى فوق المشاعر فدي حكاية حكاية تانية وهي عجبتني جدا من الكابتن حسام حسن لما قال انه مفيش لاعب المفروض خد بالك بقى بالنقطة دي عشان دي فيها مفاجأة كبيرة جدا قالك مفيش لاعب المفروض يضمن مكانه في قيمة منتخب مصر قال انا لما جيت في لعيبة كانت بتتفق هتقعد في معاملين في القوضة وبجاهزة القوضة بتاعتها في المعسكر بتاع شهر خمسة وكأنهم ضمنين مكانهم في منتخب مصر قال ان الحكاية دا كانت دايقتني جدا وكان لازم ابص على اسماء جديدة وعناصر جديدة وكل الناس هتخش المنتخب تخيل بيقولك فيه ناس بترتب هتقعد فين في القوضة قبل ما تقيمة تعلم انا كيه كان رايح المنتخب مفيش قلق بالمناسبة يعني كان ذكر اسم بعينه يعني بس مش هقوله عشان بما انها كيتقعدة اشبه بالودة النقطة التانية وهي نقطة محمد صلاح نقطة محمد صلاح الراجل قال انا انا اول اسم حطيته في قائمة المحترفين كان محمد صلاح وانا ما عنديش مشكلة مع محمد صلاح ولما تسأل انه محمد صلاح زعلان عشان انت اتكلمت عنه في الاعلام وسهتكسل الامر الأفريقية فقال يا جماعة انا برضو يعني لما هتسئل ايه رأيك في الموقف تها محمد صلاح حتى هو كابتن حسن عمل الحركة دي قال انا مش هعفل ايه اقول لا مش هينفع اتكلم انا بقول رأيي مجرد رائي د ما لهش علاقة ان انا شايف محمد صلاح هو واحد من اهم اللاعبين اللي في مصر واحد من اهم اللاعبين في تاريخ مصر قال كده قال دي ما لهاش علاقة يعني دي ما لهاش علاقة خالص رأي في موقف مش رأي في اللاعب مينفعش هقولي محمد صلاح لعيب مش كويس او مش هستفيد منه في منتخم مصر وقالي انه كده كده الحكاية دي هتخلص ويبقى موجود محمد صلاح